اشتركوا في القناة وقامت بها المقاومة الفلسطينية في فلسطين المحتلة وكبلت العدو الصهيوني واختلال الصهيوني خسار كبير وكانت مفاجأة كبيرة فاجأته مفاجأة العالم بهذه الطريقة التي دخلوا فيها والتي قادوا فيها عملية ومنفذوه بهذا الشكل المنظم والمرتب لتجاوز كل أجهزة استشعارهم وكل أسيجتهم والإلكترونية وكل أجهزتهم الاستخبارية وكل كاميراتهم وبالتالي كانت عملية نوعية كبيرة جدا جدا ربما الحديث عن هذا الموضوع يأخذنا إلى واحد من جانب هذا الموضوع هو البيان اللي صدر ربما في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة أيضا نستحدث عن هذا الموضوع لأن هناك بيان صدر عن حكومة السوداني حكومة محمد الشياع السوداني الحالية في العراق وبيانات أيضا صدرت عن الميليشيات قادة الميليشيات فسنترك الحديث عن الميليشيات للحلقة القادمة وسنتحدث عن بيان محمد الشياع السوداني في هذه الحلقة يا محمد الشياع السوداني يعني ربما البيان جعل العراقيين يعني لا أقول في حيرة لكن يعني البيان بين طبيعة التناقض بين الكلام وواقع الحال والتشابه بين الحال الذي في فلسطين والحال في العراق والحديث هنا وهناك والبيان غاية في ربما يعني تلخصة هذه الجملة هو غاية في النفاق والكذب والادعاة الفارغة يعني لأن البيان يصف جرائم جنش الاحتلال الصهيوني ومعاناة الفلسطين وكأنه يصف بالضبط حال العراقيين حال العراقيين مع السلطات وعلى الحكومات التي جاءت منذ عام 2003 لحد الآن نفس الحال نفس حضم الحقوق نفس الفساد نفس الخراب نفس القتل نفس التمييز هنا في العراق سياسة طائفية وتفريق وتمزيق وهناك سياسة عنصرية لتفريق الناس هذا يهودي وهذا مسلم وهذا عربي وهذا مسيحي وهكذا وجرائم الاحتلال ترتكبها هذه العصابات وجرائم هذه الحكومة ترتكبها أيضا عصابات تسمى ميليشيات بحق الشعب العراقي المبتلى منذ عشرين سنة وحق الشعب الفلسطيني هناك المبتلى منذ عشرات السنين من بين ما قال السوداني في بيانة هذا الذي صدر بيانة الحكومة والذي يلقاه ناطق باسم الحكومة يقول البيان ما يقوله أن العراق مع القضية الفلسطينية وقوفه إلى جنوب الشعب الفلسطيني طبعا هذه قضية منتهي منها الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا من زمان هذه قضية ليس لهم فيها أي فضل وأي تدخل بالعكس كانوا ضد هذا الموضوع وسنقول ذلك لكن يصل إلى الحديث يقول وني الحقوق كامل حقوقه من مشروعة وأن الظلم واختصاب هذه الحقوق لا يمكن أن ينتج سلاما مستداما الله أكبر ما هو هذا نفس واقع الشعب العراقي الظلم مستمر واختصاب للحقوق وفساد استقاء يعني اختصاب لحقوق الناس وحقوق الوطن وخيبة الوطن وكل شيء وهذا يؤدي إلى أيضا الشعب لا يمكن أن يعيش في سلاما مستداما لا يمكن للعراق أن يعيش في سلاما مستداما مثلما تتحدثون ما هذا الوصف ينطبق على العراق بالضبط كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 إلى حد الآن هضمت حقوق العراقيين سرقتهم أموالهم وسلبتهم كرامتهم كرامتهم وكرامت وطنهم واستقلالهم وكل شيء بيد قوى خارجية عالمية وأقليمية بيد أمريكا وبيد إيران هذا وقع الحال ولم تقتل هذه الحكومات لم تقتل الشباب وهم يتظاهرون مطالبة بحقوقهم المشروعة في وطنهم وآخرها في ثورة تشرين عام 2017 أكثر من ألف شاب قتلت وأكثر من 30 ألف جرحات والكثيرين اختطفوهم والكثيرين غيبوهم ولحد الآن لم يظهر يعني شخص واحد يتهموه يقولون هذا مسؤول عنه يتحدثون عن طرف مجهول طرف ثالث معرف منه وهي نفس الميليشيات التي قتلتهم هي من شكلت حكومة محمد شياع السودان يتحدث الآن عن حقوق الفلسطينيين المسلوبة يعني وهي تتحدث هكذا حديث هذه حكومة السودان لا تعلم أن الشعب العراقي يعرف جيدا يعني من ظلم العراقيين واختصب حقوقهم وسلبهم كل كرامتهم وكل أموالهم وكل ثرواتهم وكل سلامهم الاجتماعي وأن هذا لا ينتج سلاما اجتماعيا ووطنيا واستقرارا وستداما ما يعرفون هذا القضية المهم وتحدث أيضا السوداني نفسه وقال أن العملية في غزة نتيجة طبيعية بسبب حجم الظلم الكبير الذي لحقه بالشعب الفلسطيني لا حول على قوة الله بالله ألم يلحقوا الشعب العراقي ظلما كبيرا منذ عقدين ألم تلحقوا بالشعب العراقي أنتوا كل قوى العملية السياسية بطائفيتكم وفسادكم وخرابكم ودماركم ألم تلحقوا بالشعب العراقي ظلما كبيرا حجم ظلم لا مهول جدا قتلتم وغيبتم وهجرت وفرقت الناس ومزقت المجتمع بفتاوى طائفية ومصائب كبيرة جدا بالخطاب طائفي هذا هذا لا يؤدي لنتيجة طبيعية في أن يثور الناس عليكم يقول أيضا الشعب الفلسطيني فقد ثقته بالمنظومة الدولية يعني الشعب العراقي له ثقة بالمنظومة الدولية المنظومة التي احتلت بلدها إذا هي المنظومة الدولية تمثلها أمريكا ما هي المنظومة الدولية التي احتلت بلدها وجابتكم أنتم لتحكموا في العراق والأمم المتحدة التي ساعدتكم وبالإسخارة الآن التي تروج لخطاباتكم وتروج لسياساتكم وتقول أن الأمور وردية في العراق وإذا ما انتخذتكم شيئا بسيطا يعني هذا من باب ذر الرماد في العيون أما واقع الحال فهي يعني يعني معكم وتمثل ولسانكم وهي ناطق الرسمي باسم هذه الحكومات هذا واقع الحال إذن الشعب العراقي أيضا فاقد الثقة بهذه المنظومة الدولية والمنظومة الإقليمية والمنظومة حتى العربية التي ترعى نظاما فاسدا ومخربا ومدمرا وطائفيا وهذا واقع الحال يقول أيضا الشعب الفلسطيني لم يجد سبيلا سوى المقاومة ما هو هذا نفس السبيل الذي سيجده الشعب العراقي الذي وجده بالتظاهراته الذي سيجده بمقاومته لكم وهي مستمرة بمقاومته لكم الكلام هذا نفسه نطبق على الشعب العراقي يعني تركونا من كل شيء ألا تنطبق هذه النقاط على الشعب العراقي تماما على وضع الشعب العراقي تماما ما هو هذا الوضع هو هذا يعني يعني تحدثون في خطابهم عن سياسات الكيان الصهيوني في التمييز العنصري والتي أدت إلى كل هذا إلى الخاضر الخراب وأدت إلى احتقال النفوس وأدت إلى الثورة وأدت إلى ما هو هذا نفسه خطابكم الطائفي سياساتكم الطائفية التفريق التهجير أكثر من ستة ملايين هجرتوهم خارج العراق وقتلتوهم واجرتو الناس ستة ملايين بالمعسكرات النزوح وقطعتوا جسر بزيبز هذا اللي على بغداد ما سمحتوني ناس مواطنين عراقيين يدخلوا بغداد تمتوهم بالأرهاب لم تقبلوا حتى بدخول عراقيين إلى مدينة بغداد وتحدثون عن تمييز عنصري تمييز إسرائيل بين الناس الموجودين ما أنتم تمرسون نفس السياسة فبالتالي نفس الحال ونفس المصير ستلقونه حقيقة يعني أنتم اتفقتوا يا المحتل وسميتوا المقاومين ارهابيين الناس الذين قاوموا في فلوجة في غيرها سميتوهم ارهابيين واعتقلتهم القوات الأمريكية والتي قتلتها قتلتها والتي اعتقلتها اعتقلتها وسلمتها لكم وقتلتهم بالتعذيب قتلت غالبيتهم بالتعذيب وبالجوع وبالأمراض ومن بقي منهم فهم في السجون منذ سنوات عديدة لا يعني لا عمل في إطلاق صراحه ما هذا هذا الوضع الذي مارستموه وتمارسونه ما هو هذا الظلم الذي يؤدي إلى فجار وسيؤدي بكم إلى الهلاك والانفجار ما تصفونه اليوم من وضع الكيان الصهيوني ينطبق عليكم تماما وما تصفونه من أوضاع للشعب الفلسطيني أعانه الله هي نفس أوضاع الشعب العراقي أعانه الله وسدد خطاه ودله على الطريق الصحيح في الخلاص منكم وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وأنتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الهين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة